اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونتكلم على خلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسئلت سيدنا عائشة أم المؤمنين فسئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنه كان كالقرآن يمشي على الأرض في صورة بديعة الحقيقة من خلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بنتكلم يعني هقولي ممكن حضراتكم حاجة يعني دايما بنستشعر أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا هو رمز للإنسانية وإنما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق يعني قد إيه الأخلاق وقد إيه التعامل بين الناس يفرق كتير قوي في المعاملة الحسنة الدين المعاملة يعني أمور كتير جدا وأنا أتحدث كتير جدا في حلقة خاصة عن مولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي رسول الله في هذه الزكرة العطرة هيكون حوارنا ممتد عن خلق سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وهنتكلم عن الحقيقة الحياة قبل وجود سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد ووجوده بالرسالة العظيمة رسالة الدين الإسلامي السامح وهنتكلم على الأخلاقيات اللي احنا زي ما نقولت لحضراتكم في البداية احنا يعني في أشد الحاجة نحنا نحييها مرة تانية ونحافظ على هذه الأخلاقيات العظيمة نهاردة عندنا نهاردة هنتكلم مع حضراتكم على مجموعة من الأخبار هبدأ مع حضراتكم بالخبر الأول الخبر الأول بيتكلم توجيهات رئاسية بتحقيق فائد أولي واحد ونص في المية وتخفيض العجز الكل للموازنة إلى ستة وسبعة من عشرة في المية صرحة سفير بس امراضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وأوضح الدكتور محمد معيت في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 21-22 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصرفات خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية لسيامة طبعا مبدرة حياة كريمة قطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35% تم أيضا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمين التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه فضلا عن انفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20% وجه كمان أيضا سيد الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة وصولا إلى تحقيق وتخفيض العجز الكل للموازنة العامة إلى 6.7% وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90% فضلا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة زي الصحة والتعليم وما إلى ذلك طبعا بنتكلم كمان على هذا المشروع القومي الضخم مشروع حياة كريمة تحدث الحقيقة في الاجتماع سيد الرئيس مع المجموعة المالية مع سيد الرئيس مجلس الوزراء ومع وزير المالية أنه استمرارية العمل في هذا المشروع والانتهاء منه على أكمل وجه الحقيقة في هذا النطاق هنتكلم كمان مع حضراتكم الخبر التاني بنتكلم الكهرباء أكثر من 1.8 مليون مواطن تقدموا بطلب تحويل من ممارسة لعدادات كودية أنتوا عارفين حضراتكم في جزء كبير وفي مناطق ما دخلت لهاش العدادات اللي هي العادية بتاعتنا النهاردة هم كانوا بيتعاملوا بالممارسة اللي هو بيروح يدفع رقم محدد كل شهر نهاردة عندنا مليون وثمنمئة ألف مواطن تقدموا لشركة الكهرباء عشان يركبوا العدادات الكودية أكد دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات التي يتم تركبها الآن جميعها بالكارت بنظام الكودي أو العدادات العادية كلها بنظام الكارت المسبوق الدفع متابعا اعتمدنا على شركات المصرية المحلية للتصنيع وأصبحت الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة للغاية في تصنيع العدادات وأضاف أيضا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تتابع أول بأول مع المتقدمين على المنصة الإلكترونية إجراءات المعينة والمقايسات ثم تركيب العددات الكودية مشيرا إلى أن عددات أو عدد الطلبات التي تقدمت للمنصة أو لمنصة مصر الرقمية من تحول ممارسات للعداد الكودي أكثر من مليون وثمنمائة ألف مواطن وأيضا تابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء ما تم تركيبه 550 ألف عدد وشركات التوزيع تتابع أول بأول مع المتقدمين للتحول للعدادات الكودية وهناك أكثر من 900 ألف معينة تمت وأحيانا يكون بعض الطلبات والإجراءات تتطلب تحقيق أو التحقق من العنوان ورقم التليفون يعني موفد هذا الخبر بقول لحضراتكم أنه وانتوا بتقدموا حط البيانات بتاعتك كاملة يعني حاول تتأكد من البيانات والمعلومات الصحيحة سواء العنوان اللي أنت مقدم عليه أو رقم القومي بتاع حضرتك كل البيانات دي لازم تعيد عليها مرة واتنين وتخش وتتابع على الصفحة الرسمية هيحصل تواصل من وزارة الكهرباء مع حضراتكم وهيحصل معاينات زي ما شفنا أنه في 900 ألف معينة تموا في الفترة السابقة الخبر التالت إحنا بنتكلم على وزيرة التضامن نسعى لتوفير نظارة الأمل الناطقة بالأرقام لذوي الإعاقة البصرية قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع أنه يتم دعم 6 ملايين و 500 ألف طالب بالمراحل التعليمية حيث يتم دعم 5 ملايين طالب بالتكافل وكرامة بالإضافة إلى 1.5 مليون طالب خارج منظومة تكافل وكرامة أشارت وزيرة التضامن أنه يتم دعم أكثر من 50 ألف طالب سيلتحقون بالجامعة من أبناء تكافل وكرامة مؤكدة أنه تم توفير مترجمين إشارة بالجامعات معامل برامج ذوي الهمم قائلة طموحنا إتاحة التعليم للجميع أن يتعلم كل من هو تحت سن 18 عاما القراءة والكتابة الحقيقة مجهود مهم جداً وبتقوم بالوزرات النهاردة والتكاتف اللي بيتم ده شيء الحقيقة عظيم جداً ومن أحلى الحاجات أنه فعلاً هذا الدعم يصل لمستحقي وده اللي إحنا يمكن بنتمنى أنه يستمر في بلدنا العظيمة مصر طبعاً كلنا صحيحنا النهاردة عشان نروح أشغالنا ونبدأ يومنا في من حضراتكم اللي حاس بالزلزال هزة أرضية على مقياس رختر تقريباً 6 درجات أو 6 و 3 من 10 كشفت دكتور جاد القادي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية الساعة 7 ونص تقريباً أو 7 و 32 دقيقة بالتوقيت المحلي موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس رختر شعر بها سكان عدة مناطق الحقيقة إحنا معانا على التليفون الدكتور جاد القادي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية صباح الخير يا فندم والأول كده كل سنة وحضرتك طيب ومناسبة المولد النبا والشريف صباح الخير يا فندم عليكم وكل سنة وحاربكم جميعاً طيبين ومناسبة المولد النبا والشريف يعني أعتقد أنه ده تاني زلزال في فترة قصيرة جداً على ما أتذكر كلمنا النهاردة عن هذه الهزة الأرضية على مقياس رختر زي ما حضرتك تفضلت وصرحت في الإعلام أن هي أكتر من 6 درجات تفضل فندم أولاً هو ده مش تاني زلزال احنا بشكل شبه يوضي بسجل زلزالين أو ثلاثة في منطقة البحر المتوسط معظمهم مدير محسوس بيهم لكن أحياناً زي الزلزال المهاردة بيتم الشعور دي داخل بعض منظراً لأن عمق أو مركز هذا الزلزال كبير نتبين فالشعور دي بيكون منتشر بغرافية لكن الزلزال اللي كان من الأسبوع كان أقوى من ده وكان الشعور دي أقل نتبينها من كده لأن ده أعمل مقير من الزلزال أسبوع المهاردة نعم يعني دكتور إحنا بنتكلم على حسب يعني مركز الزلزال فين إحنا ممكن نشعر يعني هنا حتى في بعض المحافظات ما حسيتش أو ما شعرتش بهذا الزلزال مظبوط يا فندم؟ بالضبط لأنه نظرياً هو خاص في الحديث نعم طب طمنا فندم إيه الأخبار يعني هل فيه متوقع حاجل طبعاً فيه ناس بتقلق من القصة دي يعني قلنا إيه الأخبار في هذا الصدى التحديد هو برضو يعني علشان أعوضح لبعض الناس بتسأله سؤال متكذب ما فيش تنفق بالزلاز طبعاً لكن الدراسة والمتابعة الدقيقة من خلال محطات شبكة القوامات الزلازة عندنا وتعاوننا مع شبكات الزلازة اللي في المنطقة البحر وتوسط وكذا بنقدر نرصد بعض الزلازات ونتوقع الجيولوجياً المنطقة دي فيها نشاط النشاط ممكن يكون بيزيد تدريجياً أو بيقل تدريجياً يعني فيه فترات نشاط بتزيد وبعد كده يتضحى هدوء لكن ذا تاني مش مرتبط بفترة زمنية يعني مفيش مواسم للزلازل فيه ناس كتيرا حصل لها نوع من الرعب احنا شهر واكتور صحيح وزلزال 92 وزلزال أسبوع اللي فات وزلزال النهاردة نعم شهر اكتور ده يعني مش يعدي إطلاقاً القصة مالاش أي علاقة خالص هي بس تصادف ان الزلزال ده اللي تم الشعور به النهاردة حدث اليوم لكن بشكل يومي فيه زلزالين أو تلاتة بيتم تسجيلهم في منطقة شرق البحر المتوسط ومعظمهم فعلاً لاحيان ما بيكونوش محسوسين ولا بيتم الشعور بيهم لدى المواطن المواصر نعم نعم دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بشكر حضرتك شكراً جزيلاً يا فندم يعني أعتقد أنه الإضاحة مهم جداً السؤال الأهم أنه هل تكنولوجيا وهل العلم ما وصلش أنه يتنبأ بالزلازل زي ما نفى الدكتور الحياة جاد وقال أنه ما فيش تنبأ بهذه الزلازل لكن أحياناً بتنشط فيه مناطق معينة زي ما سمعنا وأحياناً تانية بيكون فيه هدوء تام يا رب الصحة والسلامة وحافظ على بلدنا دايماً إن شاء الله نعيش فيه كلنا صحة وسلامة وأرجو من حضراتكم قبل مختم فقرة أخباري أن احنا نستمر في الإجراءات الوقائية والاحترازية احنا بنتكلم تقريباً عدينا 800 حالة النهاردة سجلتها وزارة الصحة يعني فيه زيادة فيه الأعداد للمصابين بفيروس كورونا فأتمنى من حضراتكم إن احنا نستمر على إجراءاتنا كده تكون خلصت فقرة أخبارنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هلتقي بضيفي وضيف حضراتكم فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء وزارة الأوقاف أنا هتحدث كثيراً عن مولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فضل حضراتكم بعد الفاصل ابقوا معنا اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيد يا رسول الله في حلقة خاصة عن احتفال مولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وفي ذكراه العطرة الحقيقة يعني أينما تحدثنا وكيفما تحدثنا لن يكون هناك الحقيقة مقدار وقيمة نقدر نضيفها لقيمة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في خلقه الكريم وإنما بعته لأتمم مكارم الأخلاق نتوقف عن الحقيقة هذا الشأن العظيم في إتمام مكارم الأخلاق اللي تفضل صيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق الكريمة خلوني أرحب أضيفي وضيف حضراتكم الحقيقة تشرف بوجوده معنا النهاردة فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء وزارة الأوقوف أهلاً تضيلة الشيخ ومنورنا النهاردة أهلاً وسهلاً بحضرتك والسيد المشاهدين جميعاً ونهنئ الأمتين العربية والإسلامية ومصرنا الحبيبة بميلاد خير البرية ومعلم البشرية وهاد الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل عام وأنتم بخير كل عام حضرتك بخير الحقيقة يعني في سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه السيرة العاطرة يعني لما نيجي ناخد كده أجزاء من هذا الحديث وهذا الحوار النهاردة في مولد سيد الخلق إجمعين خلينا ناخد فكرة كده قبلية شوية إن احنا نتحدث قبل مولد سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كيف كانت الحياة في الأرض الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض في الحقيقة الحياة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بالحياة الطبيعية وإنما كانت تشبه الموت فكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلادا للحياة وميلادا للأحياء وميلادا للبشرية جميعا لأن البشرية شقيت قبل ميلاد رسول الله كان الناس كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم الواحد منهم يأتي بشيء من خشب ويصنعه ويعبده ويسجد له من دون الله عز وجل والآخر يأتي بشيء من أحجار ويصنعها ويقدسها ويعبدها من دون الله عز وجل والثالث يأتي بيصنع صنما من عجوى فإذا جاع أكله ويعبده من دون الله عز وجل كانت البشرية تتخبط في دياجير الظلام فأذن الله تعالى لها بميلاد خير البرية ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أذكر لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا قصة لكي يتضح كيف تفكير أو كيف كان تفكير هؤلاء قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العرب قديما كان يعبد صنما وكان لا يفارق هذا الصنم أبدا لا في سفر ولا في حضر فجاء ذات يوم وفارقه فجاء الثعلب اللي هو الحيوان المعروف فعبث في هذا الصنم في هذا الإله المزيف في هذا الرب المزعوم لديه ويعني أسقطه على الأرض ويعني تبول عليه فإذا به يقول يا عجبا حينما أتى وراء هذا المنظر المفجع يا عجبا السماء لم تمطر فمن أين جاء هذا البلل فتبين له أن الثعلب هو الذي فعل بهذا الصنم كذا وكذا فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب فلو كان ربا لكان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب كفرت بالأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب وهذا يتضح أو يوضح لنا جميعا ما هي المهمة التي كلف بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لقد كلف بمهمة شاقة إن عابد الصنم الذي يعبد الصنم من دون الله لا يعني يبتعد عنه إذا قمت بتكسير صنمه وإنما يبتعد عنه إذا قمت بتغيير فكري وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد الفطرة البشرية إلى الفطرة التي خلق الله تعالى الناس عليه وهي عبادة الله عز وجل وتوحيد الله والاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كثرت المغارم والمظالم والجور والكذب والخيانة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حينما نبأ رسول الله وراء سيدنا جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية فالرسول في بداية الأمر لم يعلم أن هذا وحي من عند الله لم يعلم أن هذا سيدنا جبريل عليه السلام فأخذته رعد في جسده وجاءه القرآن يا أيها المزمل ويا أيها المدثر قم فأنذر الآيات المعروف نعم فالسيدة خديجة أرادت أن تثبته فماذا قالت له قالت له والله يا ابن العم لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر فوالله لن يخزيك الله أبدا ما معنى هذا الكلام معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الناس في جاهليتهم يقطعون الأرحام ويفسدون في الأرض فإن رسول الله جاء لإصلاح البشرية جاء لإصلاح الحياة جاء لنورها جاء لإخراجها من الظلمات إلى النور وإذا كان الناس قديما يعانون من الجور والظلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس بمبادئه المعروفة التي تعلمها من رب العالمين تبارك وتعالى غرس فيهم العدل وغرس فيهم القصة ونزل فيهم بالكتاب والميزان كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول سيدنا جبريل عليه كان خلق يعني يتحاكى به أهل قريش في ذلك الوقت وكلمني من فضلك عن الحياة صفاته قبل أن يبعث بالرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن شب إلى هذه الحياة منذ أن وجد في هذا الوجود الفخم الضخم الله رب العالمين هيئه ووضع فيه مزايا وخصالا عظيمة لا تليق إلا بنبي لا تليق إلا برسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له قل في أباخر سورة الكاف قل إنما أنا بشر مثلكم هو بشر مثلنا لكن الفارق بيننا وبينه يوحى إلي لديه وحي إلهام ورشد وتوجيه من الله سبحانه وتعالى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الرضا في أوقات الغضب في كل وقت وفي كل حين صمته وحي كلامه وحي أمره وحي نهيه وحي وحي من عند الله عز وجل فرب العالمين يهيئه لكي يكون نبيا ولكي يكون خاتم الأنبياء والمرسلين فصان الله تعالى نطفته وصان الله تعالى بلدته وصان الله تعالى طفولته وصان الله تعالى شبابه صان الله تعالى نطفته فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح انظر كيف حافظ الله تعالى على النطفل وده كان منتشر في الجاهلية كثيرا نعم أحسن يعني أحيانا هذه الزرية مش معروفة ده ابن مين نعم هو كان كثرة الزيجات الفاسدة أو كما يسميها الفقهاء الأنكحة الفاسدة نكاح الشغار ونكاح المباضعة ونكاح المباذلة وهذه كلها أنكحة فاسدة كانت تقرها قريش لذلك حافظ رب العالمين تبارك وتعالى على النطفة التي سيتخلق منها محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فتزوج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها زواجا شرعيا نكاحا سابتا وخطبها له جده عبد المطلب فإذا إذن حافظ الله تعالى على نطفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولدت من نكاح أي من نكاح صحيح من زواج صحيح ولم أولد من سفاح وحافظ الله تعالى وصان الله تعالى بلدة البلدة التي أولد فيها صلى الله عليه وسلم في العام الذي أولد فيه رسول الله يسمى في التاريخ الإسلامي بعام الفيل وهو حينما قدم أبرهة الحبشي إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة المشرفة يريد تقويضها يريد هدمها يريد تقويض بنيانها فإذا برب العالمين يأذن له أن يرجع خائبا خاسرا فرده ورد الفيل الذي معه وأنزل الله تعالى قوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إذن صان الله تعالى بلدة النبي صلى الله عليه وسلم فولد رسول الله صان الله تعالى الكعبة المشرفة كرامة لرسول الله وبركة وتبركة بسيد العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بنقول كده كانت نقطة تحول للبشرية يوم ميلاد سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هنتكلم على أهم المعجزات التي تحققت على يد سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام المعجزات التي تحققت على يد النبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة منها معجزات حسية ومنها معجزات معنوية لكن قبل أن نتكلم عن معجزاته نتكلم عن معجزات الأنبياء السابقين ونقارن بينها وبين المعجزة الأصيلة التي ارتبطت برسالة سيد الأنبياء وأمير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين الله سبحانه وتعالى حينما أرسل سيدنا موسى عليه السلام بعث معه آيات تدل على نبوة وعلى رسالته مثل الحية أو العصى التي في يده تنقلب إلى حية تسعة أو إلى ثعبان عظيم يلتقف ما يأفكون كما قال الله تعالى أو إنه يضع يده السمراء السوداء في جيبه فإذا به يخرجها فتخرج بيضاء من غير سوء وكلمة من غير سوء يعني من غير برس ولا بهاق اللي يصيب هذه الأمراض التي تصيب الجل المعروفة في عهدنا هذا هذه كانت معجزة حسية لسيدنا موسى عليه السلام كذلك سيدنا عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه بإذن الله ويبرئ الأبرص بإذن الله يحيي الموتى بإذن الله ينبئ بني إسرائيل بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم هذا كله بإذن الله هذه معجزات حسية يراها الناس بأعينهم وهي معجزات موقوتة يعني لطائفة معينة من الناس لقوم معينين وبعد انتهاء النبي موت النبي سيدنا موسى عليه السلام أو أي نبي حينما يموت وحينما يعني يذهب إلى الرفيق الأعلى تنتهي معجزته وتنتهي رسالته إنما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم منها مثل يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبع الماء من بين أصابعه وكان يسقي به جيشاً كاملاً وورد ذلك في كتب السيرة حدثتنا عن ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الطعام في قصعته في القصعة التي يأكل منها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان رضيعا حينما أخذته السيدة حليمة السعدية حينما لم تجد طفلا كان الجميع يعرض عنه لأنه كان يتيما والناس يعرضون عن اليتيم يريدون له أبا حتى يكرمهم وحتى يكافئهم فكان الجميع يرفض أن يرضع النبي صلى الله عليه وسلم فبدل أن تذهب حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم خاوية اليد إذا بها تأخذ هذا الطفل اليتيم بمجرد أن أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالوادي الذي كانت تسكن فيه يزدهر ويخضر وينمو ويثمر ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالشاة السيدة حليمة وكانت جافة الضرع لا دلالة فيه على لبن أو غير ذلك فإذا بهذا الضرع يدر لبنا بل يزيد لبن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزات انشقاق القمر شرح صدره صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم إنما المعجزة الخالدة القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قد يقول قائل يا صلص طارق سيدنا موسى عليه السلام بعث بالتوراة سيدنا عيسى عليه السلام بعث بالإنجيل سيدنا محمد بعث بالقرآن القرآن الكريم يختلف عن الكتب السماوية السابقة ليه؟ أو كيف ذلك؟ لأن الكتب السماوية السابقة وكل الله تعالى حفظ هذه الكتب للبشر فنسوا حظا مما ذكروا به في القرآن إنما القرآن وكل حفظه إلى نفسه وقال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون أي للقرآن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وهذه المعجزة التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم لما نجي نتكلم على الحقيقة ما كانتش رحلة بالسهلة على سيد الخلق إجمعين لنشر الدعوة الإسلامية خاصة في الأعراب وفي قريش ويعني الحقيقة يعني قابل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من المواقف اللي كانت صعبة جدا منها كان الإذاء الحقيقة في البدن والإذاء في الكلم والإذاء الحقيقة في مجمع الحياة ولكنه كان يتقبل هذا الحقيقة بصدر رحب والابتسامة التي كانت لا تفارق وجهه حتى إذا حزن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم يعني فكلمنا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان آية وكان علامة مضيئة في العفو والصفح والتسامح النبي صلى الله عليه وسلم يعذب أصحابه ويراهم ولا يملك أن يدفع عنهم ضررا فكان لا يملك إلا كلمات التي توحي بالصبر والثبات والصبر على الابتلاءات والمحن كان يمر على سيدنا ياسر وزوجه سمية رضي الله عنهما وابنهما عمار وهم يعذبون ويؤذون وينكلوا بهم وكان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة كان سيدنا خباب بن الأرات يحكي كتاب السير أن سيدنا خباب بن الأرات رضي الله عنه أرضاه يمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب وهو يؤذى وهو ينكل به فيبدو أن الوهن قد تسلل إلى صدره إلى صدر سيدنا خباب رضي الله عنه فإذا بالرسول يمر علي فيقول له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا تطلب النصر من الله لنا تطلب الدعاء تدعو الله تعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن في كلمات خباب يأسا ووهنا وضعفا فأراد أولا أن يثبته ثم ثانيا أره قال له يا خباب إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل المؤمن من أتباع الأنبياء السابقين يؤتى بالرجل المؤمن فيوضع في حفرة عميقة وينشر بالمناشير ويفرق ما بين لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دين الله أبدا ثم بشره وقال له والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات والقرآن الكريم هو الذي علمه ذلك صحيح قال له وصبر صحيح وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق وما أن فضلت الشيخ يجازي على هذا الصبر هو رب العزة يعني قد كده كانت رسالة وحكمة عظيمة جدا أجواب الصبر يعني عايزين نأكد على الجزئية دي يعني كثير مننا الآن يعني يتجر من الحياة وصعوبة المعيشة وما إلى ذلك ونحن في فضل ونعم كثيرة الحقيقة يعني كنا بنتخيل أن ملوك هذا الزمان يعني أقصى الرفاهية هم بيعيشوا فيها يعني أن هم يركبوا ما شافوش هذا المشهد التكييفات وما إلى ذلك فنحن في نعمة كبيرة جدا عايزين نأكد على المعنى ده من فضل لابد أن نعلم جميعا والسادة المشاهدين يعلموا أن الحياة لا تمر بيسر خالص ولا بعسر خالص هذه طبيعة الحياة الدنيا الحياة متقلبة فيها يسر وفيها عسر لكن علينا أن نعلم والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا الثقة والطمأنينة فيقول لنا فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر وحضرتك عايز حضرك تلاحظ هذا الأمر والسادة المشاهدين معنا فإن معا لم يقل القرآن فإن بعد ده معا المعية يعني كل أزمة بتيجي معها ملازمة لها لكن هذه تأتي لمن تأتي لمن لديه يقين ولمن لديه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى أنا يحضرني في هذا المقام أنا عند حسن ظن عبدي به نعم يعني أي تفكير هتفكره مع المولى عز وجل حيأتيك والله سبحانه وتعالى لا يجرب معه لا يجرب معه نعم ولا ينبغي للعبد أن يمتحن ربه يعني في بعض الناس يقول طب أنا هصبر وشوف ربنا يعملي لا لا أنت تسلم أمرك في الله ما فيش مشروطية للعلاقة بين العبد وربي هذا هو الصبر الجميل نعم فاصبر صبرا جميلا صبر الجميل أن ترضى بما قضى الله بما قدر الله وتعلم علم اليقين أنك ستجاز في الدنيا على صبرك طب ربنا سبحانه وتعالى لم يجازني على صبري في الحياة الدنيا فإن هناك دار القرار دار المستقر في الآخرة قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه نعم بغير حساب بغير حساب الإمام القرطبي رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنه أجر لا يكال بمكيال ولا يوزن بميزان وإنما يغرف لهم من الجنة غرفا الله نحن عايزين نتوقف عند يعني الحقيقة هذا الحديث العظيم وده بيدينا دايما التمأنينة في إرادة ربنا سبحانه وتعالى هخرج لفاصل ونعود الحقيقة لهذه السيرة العظيمة سيرة سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام علي أفضل الصلاة والسلام ومهما قيل في أثناء على سيد الخلق أجمعين ومهما قال الشعراء من كلمات بديعة لا يمكن أن تصف خلق وجمال سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام الحقيقة ونحن النهاردة بنحاول أنا وفضلت الشيخ النهاردة نتكلم ونعمل ربط ما بين خلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمات والدستور اللي وضعوا لحياة فعلا راقية وهو سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام يعني بعود مع حضرتك فضلت الشيخ مرة تانية وبنتحدث عن يعني محور مهم من محور الحياة الذي وضعها سيد الخلق أجمعين في انكشاف الغم عن العالمين زي ما بنقول بنتكلم كمان عن خلق سيدنا النبي اللي أكبر الناس إن هي تؤمن بالرسالة السماوية وهو الدين الإسلامي السامح من خلق سيد خلق أجمعين سيدنا محمد عايزين نوضح الجزئة دي من فضل هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور والمعروف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهناك رواية أخرى تقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فالأخلاق الفاضلة موجودة فجاءت أو ما تمت وما اكتملت هذه الأخلاق إلا ببعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم جاء ليؤسس ما يعرف في عصرنا بالمدينة الفاضلة بالعالم الفاضل العالم الذي يعني تغزوه السماحة والصفح والصدق والأمانة كفار قريش أنفسهم يعني ما جربوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا قط ما اتهموه بالكذب أبدا فكانوا يسمونه بالصادق الأمين يعني لما رب العالمين سبحانه وتعالى قال له وأنذر عشرتك الأقربين وقال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفة ونادى على بطون قريش يا بني فهر يا بني غالب يا بني قصي بن كلاب ينادي على بطون قريش وعلى قبائل قريش فلما اجتمعوا قال لهم وسألهم لو أخبرتكم أن خيلا بظهر هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد ما جربنا عليك إلا الصدق قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وهذه حجة وذكاء وعبقرية لذلك لما نقول النبي العبقري النبي الذكي بعض الناس أو كثير من الناس يحصر أو يقصر دور النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة الروحية رسالة المسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس المدينة الفاضلة الدولة الجديدة المجتمع الجديد هذا ما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع تأسس بالأخلاق فلا ينبغي على رسول الله أن يكلم الناس في أمر والناس قد جربت عليه كذبا وقد جربت عليه خيانة ما جربوا عليه كذبا وما جربوا عليه خيانة والدليل على ذلك أن الكفار قريش لهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون الأمانات والوداء عند رسول الله يعني أبو سفيان الرجل الذي كان مشركا وأسلم في فتح مكة غيره أمي بن خلف غيرهم من سادات قريش الذين لم يؤمنوا بدعوة رسول الله حتى بعد النب وبعث كانوا يضعون الأمانات والوداء وهو في شبابها لقب بالصادق الأمين يعني قبل حتى نزول الوحي على سيد الخلق أجمعين دي لكن لقبه في قريش نعم هل خب ظنهم في النبي صلى الله عليه وسلم لم يخب ظنهم في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر من مكة قبل أن يهاجر جاء بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لينام في بيته لينام في مكانه ويتسجى ببردته من أجل أمرين الأمر الأول اللي هو إحداث تمويه وتضليل على المشركين على كفار قريش الذين يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن يرد الودائع إلى أصحابه ليس بالرجل اللي هو يترك بلده أو يغادر قريته ويأخذ الملايين ويأخذ الودائع والأمانات من ذهب وفضة ويذهب بها بعيدا لا قال لعلي هذه أمانة فلان ابن فلان وهذه الأمانة لفلان ابن فلان وهذه وديعة فلان ابن فلان حينما عزم على الهجرة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بيأخذ الأموال وكان رجلا سريا وغني وينتقل بها فإذا بالمشركين يقفون له عند حدود مكة فيقولون له بنفس اللفظ يا صهيب جئتنا صعلوكا حقيرا فقيرا لا مال لك أنا تركك تأخذ مالك وتذهب به إلى محمد فسيدنا صهيب رضي الله عنه وعرف أن القضية قضية أموال نعم وقضية دراهم وفضة وهم أولئي ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينظروا إلى الدار الآخرة هذه زينة والأموال تذهب وتأتي للإنسان قد يكسب الإنسان أموالا وقد يخسر أموالا طائلة لكن لا ينبغي عليه أن يفرط في رضا ربه وفي صدق دعوته وفي نصرة دين فعرض عليه ماذا العرض المغري قال لهم ما رأيكم لو أخذتم هذه الأموال وتركتموني أهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا العرض إذا بالمشركين يوافقون فتركوه وحيدا فريدا لا درهم معه وهو رجل الغني الثري فلما ذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الأعلى كان قد نبأ رسول الله بما حدث من سيدنا صهيب فإذا برسول الله لما دخل مجلسه يعني نادى عليه ثم أجلسه بجواره وربط على كتفي يعني طبطب على كتفي وقال له ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا يعني هذه تجارة مع الله وخلد القرآن الكريم هذه الحادثة وقال الله تعالى في شأن صهيب ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هؤلاء هم الرجال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة يعني فضل الدكتور مهما تحدثنا عن سيرة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هناخد الحقيقة مجموعة من الحلقات الحقيقة لوقت جري في هذه السيرة العطرة كل عام وحضراتكم بألف خير وزي ما يمكن تفضل الدكتورنا العظيم وشرح الحقيقة جزء من سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونجاحاته الحقيقة ومحبته لكل الحقيقة المسلمين ده كان جزء مهم جدا علينا نحن كمان دور نحن كل واحد فينا على الصفحة بتاعته يطلع صفة من صفات سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويكتبها على الصفحة بتاعته ونعمل لها انتشار قد إيه قصص وروايات عن سيرة سيد الخلق أجمعين عظيمة جدا ونحي بيها سلوكيات والمبادئ والأخلاق شكرا جزيلا فضل الدكتور شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير وحضرتك بألف خير شكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء وزارة الأوقاف والشكر موصول لحضراتكم بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد إلى اللقاء